السلام عليكم معكم الأجنسية الزهر باللعقار في مدينة ديل النظر اليوم جبنا لكم العرض للمنزل الرائع بقي جديد في اتباع فصله على بره المنزل الرائع يجينا بجوجة الواجهات الموقع كان ما بين طريق الزغنغان النظر كان دوز شوية الطريق أبو الوفا وكالقاوه تماما قريب على الطريق الرئيسي جودرون ديال الزغنغان النظر 21 حتى 30 متر يعني ما وصلش حتى دقيقة على الرجل راقم 2 فليب وجوج ايطاج الفوق كما تشوفون هنا الدخلة ديال الدار المساحة ديال الدار في الأرض 87 متر كاري الفوق بحكم أنه عنده جلواجهت يعطينا 110 متر كاري الفوق التحت كان عندنا فيه في الدخلة كما تشوفون كان لقوا الدروج ومن بعد كان لقوا واحد الصالون هنا كان عندنا المطبخ كان عندنا القارج وكان عندنا حتى الحمام هذا ما يخص طابق السفلي هو الطوطة اللي كان فيه كان فيها ربعة ديال البيوت ربعة ديال الصالونات ربعة ديال الحمامات كاريج وكوزينة بأحسن فنيسيون صراحة الفنيسيون بزيانة كوزينة اشتراجم على دو فاصد كان فيها الفوق كان فيها لاوت ديالها بأحسن حسنة وكوزينة كما تشوفون الشراجم على الجواجيات الشراجم على المنزل اللي ريدو إلكتريك عندنا الدار ديال فيها للانستلاسيون ديالها كاملة البيبة النوعية ممتازة هنا كان عندنا القارج القارج قارج عنده ريدو إلكتريك يعني بـ كان عندنا حتى الحمام الناس الذين يقلبون ويشتريون دار في هذا الموقع عادة يعني طريق الزغن غنظور في بلاسة قريبة على الطريقة الرئيسية قريبة على كل شيء اي حاجة بغيتيك هنا قريبة لك على الدار المحلة التجارية المسجد المدراسة الترانسبور اي حاجة تبع معنا هذا الفيديو حتى تشوف الفيديو كامل تشوف الدار كامل وتاخد حتى المعلومات كاملين هذا الحمام اللي عندنا لتحت كان فيه الطوالة صالة وبين سيبارات مبيناتهم بالزاج صراحة لفينيسيوم مزيانة بزاف والدار بقى جديدة عمرة ما تسكنت واحد الحاجة واحد اخر واحد الفونتاج خروا انه الدار عندها تحفظ ديالها الدارها محفظة المسائل القانونية ديالها كل شيء مريقل كما كتشوفوا الدروج طالعين بالرخام بالنسبة للدار اللي عنده دو فاصد كيكون عنده واحد الفونتاج هو الاضاءة تكون طبيعية واحد الاضاءات يغلي هي مزيانة يعني في النهار تقدر ما تشعلش فيها ضواء نهائيا لحالي تشتراجم هنا في الدخلة مباشرة تنقى عندنا واحد صالون مفتوح كان عندنا ثلاثة البيوت وكان عندنا حمامة جوج هذا كان في الوسط ديال اليطاج وكان حمام الاخر يأتي في البيت كل شيء عنده مشتراجم على بره البيوت بثلاثة اللي في هذا اليطاج هذا وحتى الصالون اي حاجة كينا في الدار عنده شتراجم على بره البيوت الصالونات الكوزينة اي حاجة شتراجم على بره ديكوراسيون في السقف بالقبص السباغة نوعية ممتازة كما كتشوفوا ديال ياقوت بالنسبة ل الموقع قلنا لكم طريق الصغنغان نظر قريبة على الطريق بزاف بزاف سبعة وثمانين متر التحت مية وعشرة كتعطيها لنا الفوق حيث عندها جوج ديال الواجهات اذا ممشنا نهارا قا نقضي اكوبريض مزغنغان نظر انا عدو شوية ابو الوافة نويوم ديج متداث ديج جديد عاد ثنين فتش غف ديس ديثماث سبعة وثمانين مترو سنج مية وعشرة مترو مرحلة سوية فلا سنج مية وثمانين متر المصد على داءات الزقيق اترى ان النقد نقال على ماء تجدية كش تجدية كشañ تجدية ثمانين متر وماءاتج قد تجدية كشاة كشاة حتى ترتديو ربيوت سبعة ثنج كشاة فلا سي obsolete لأنه فالثمانة فلا سيضرب بربيوتة تجدية كشاة فلا ستغلت قمة الإنسان تصدق بيوت والصالون ويقوم بمتابعة ويقوم بمتابعة ويجب أن تصدق لو أن تقوم بقرأت فيديو ستصل لنظر 06-071-0-0-0 وأن تصدق بمتابعة ويجب أن تصدق بمتابعة هنا لدينا مجرد من الصالون فرقين بيناتهم هذا القوس هذا كان عندنا صالون كبير ثلاثة ديات اشتراج مع الواجهة صالون ما شاء الله كبير بزاف هذا واحد لفونتاج كي يكون في الدرمي كي يكون عندك صالون كبير اي حاجة دي المناسبات ولا شي فرح ولا شي حاجة يعني شي عراضة كما كانت احنا مغربة معروفين بالعراضات يخذ بقلال وشوية في هذا الوقت هذي عندك صالون مولي صالون كبير وعندك فيه واحد صالون منخور صغير وكين عندك بيت اخر هنا وحمة هذا بنسبة للطابق الاخير قاع دوزيا ميتاش موقع كالم صارحة كالم بزاف اللي بغي يسكن هو العائلة ديالو في بلصة محتار منقية كالم ودار جديدة وجوجل الواجهات يعني بهذه المواصفة اللي اعطيناكم ما تفلش هذا الفيديو هذا وهذا العرض هذا واتصل بهنا في اقرب وقت ان شاء الله بحول الله بالنسبة للتامن تامن اره مئة وتسعود وسبعين مليون سنتيم تامن مئة وتسعود وسبعين مليون سنتيم الى بغي تدير شي زيارة وشفت هذا العقار وعجبك هالدار هذه وبغيت تدير زيارة تصل بهنا قبل باش نحدده شي موعد ولا اجي عندنا الرجل سينا لكي نفحيه نعنا اقامة ايمن فرد شو سيم دينت الناظر احنا بعدها كنكون وصلنا للاخر للفيديو ديالنا كنشكر وكم بزاف على المتابعة ديالكم دائما الفيديو ديالنا اللي اعطيكم ان شاء الله كل ما تمنيتو اللي وفق الجامعة لكل ما فيها الخير ان شاء الله والله يسهل عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته